اشتركوا في القناة حتى الملحدين بيصلوا أحيانا أنا عارف أنكم سمعتوا بتقال إن ما فيش ملحد بيصلي لكن السؤال هو هم بيصلوا المين؟ إيه هي توقعاتهم في الصلاة؟ وهل صلواتهم هي أكتر من مجرد يقولوا لستة أمنيات؟ هل هم عندهم ثقة أن صلواتهم هتستجاب؟ هل هم عارفين إلهم؟ هل بيحبوا إلهم؟ هل إلهم كمان بيحبهم؟ عشان كده يسوع علمنا أننا نصلي ونقول يا أبانا الذي في السموات ده بيميز اللي بينتمل يسوع عن بقية العالم إزاي؟ عشان ما فيش حد يقدر يقول لله القدير خالق السماء والأرض يا أبويا إلا إذا كان يسوع المسيح هو سيد ومخلص حياته يسوع بس يقدر يقول للخالق القدير كلي القدرة الله بأبويا عشان هو كان عايش معاه من قبل تأسيس العالم في الواقع هو دعاه بالآب سبع مرات في الأنجيل عشان كده بس اللي ينتمي اليسوع يقدر بس يقول لله أبانا عبرانين عشرة ساعتاشر بيقولنا أن بس من خلال دم يسوع المسيح نقدر ندخل لقدس الأقداس وندعو الله الآب بالآب الله قال لشعبه عن طريق النبي إرمية ادعوني فأجيبك وأخبرك بعضائم وعوائص لم تعرفها وفي ترجمات تانية ادعوني فأطلعك على عضائم وغرائب لا تستطيع أن تتخيلها في نهاية الوعزة دي أنا هوريكم إزاي تصلي صلاة عميقة إزاي تصلي صلاة قديرة متمشية مع احتياجاتك ومتمشية مع ظروفك فخليكم معايا في الواقع في حاجة بتبان متنقدة في صفر إرمياء وأنا هوضحها لكم في 33 عدد 3 الله بيكلم شعبه يقول ادعوني فأجيبك وأخبرك بعضائم وعوائص وبعدين تفتح إرمياء 45 خمسة الله بيقول لإرمياء وأنت فهل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب ما تطلبش هتقول لي لحظة واحدة هو ده تناقد لهلا خالص مش تناقد هو بيطلب من شعبه أنهم يصلوا صلاة عميقة صلاة عظيمة لمجد الله وهو عايز إرمياء يكون واحد منهم هو مش عايز إرمياء يصلي الحاجات عظيمة لنفسه علشان كده هو وضح ده بعدين في إصحاح 45 خمسة ممكن تقول ليه الله بيعمل كده علشان البركات الحقيقة بتيجي لما نعرف إزاي نطلب من ربنا حاجات عظيمة المجد والملكوت والإكرام والتسبيح اسمه والإظهار قدرته والشهادة عن عظمة الله نفسه مش علشان أي حاجة تانية في حياتنا لما الله قال للشعب عن طريق إرمياء ادعوني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائس لم تعرفها إرمياء نفسه كان في السجن لما الدعوة دي تقالت بس فكر في ده لوقت طويل نبوخز نصر كان جيه أصلا ديكتاتور بابل ده جيه خلاص بجيشه وعمل حصار حوالين أرشاليم وأخدوا بعض الرهاين معاهم كمان ورجعوهم لبابل الأمور كان شكلها ظلمة لشعب الله زي ما كانت في أيام العبودية في مصر دي بالزبط كانت الأيام الظلمة والأسية لشعب الله الشعب كان بيمر في ضيق سياسي رهيب الشعب كان بيواجه كرسة اقتصادية هيلة الشعب كان بيواجه انهيار اجتماعي عظيم الشعب كان بيعدي بأزمة روحية طيب سؤال ليه الله سمح بدا مع انهم شعب الله خاصته دول ما كانوش ناس وحشة في مكان ما دول شعب الله اللي حبوهم وخلصهم دول الناس اللي الله قال عنهم انهم حدقة عيني ليه بيعمل معهم كده الإجابة يا حبائي بسيطة قوي بسيطة جدا لأنهم ادوا ظهرهم لربنا تاني وتاني وتاني الله لسنين كان بيبعث لهم رسل ورا رسل ورا رسل عشان يوقف الانحراف الاجتماعي عن الحق لكن ما كانش فيه فايدة واخيرا الله بيقول لهم في المرحلة الحارجة دي من تاريخهم في الوقت الحارج ده في حياتهم الله بيقول لهم حتى دلوقت لسه ما فاتش الاوان علشان تصرخولي ما فاتش الاوان علشان تطلبوني حتى في الساعة دي بالأخص امتى كانت آخر مرة طلبت من ربنا حاجة عظيمة لمجده هو المشكلة في ثقافتنا هي مشكلة الكنيسة احنا فترة تركزنا وصيارة فما بنقدرش نركز على الصالة اكتر من ساعتين بس او يومين او حتى اسبوعين لما تقضي وقت مع الله وكلمته انت مش بس هتعرف ازاي تصلي لكن كمان هتصلي حسب ما شئته في رسالة يحن الأول أصحح ثلاثة عدد واحد وعشرين واثنين وعشرين بيقول ايها الاحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله ومهما سألنا ننال منه لحد هنا واغلب المسيحين بيقفوا لا لا اقروا بقية العدد ده اللي قالوا لأننا نحفظ وصياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه ابتدف ارضاء الله وشوف ازاي هيستجيب الصلوات العميقة لما بجد نعرف ربنا هنرضي قلبه ولما نرضيه احنا هنصلي لأمور عظيمة من أجل ملكوته ولما نطلب الأمور العظيمة ديه احنا بنتوقع استجابته للأمور دي حتى لو سنينا عشرات السنين مش هنفقد الأمل في الصلاة لما بنكون متأكدين اننا بنصلي حسب ما شئته والمجده ولما بتصلي حسب ما شئته الله لما بتصلي المجده الله مش مهم هتاخد وقت قد ايه هتول يا مايكل انت عمرك ما فكرت تفقد الأمل في الصلاة أبدا حصل هل مرت بوقت شكيت فيه ان الجايز مش بتصلي حسب ما شئته الله ايه حصل اوقات كتير ايه اللي خلاك تثابر اول ما تتأكد انك بتصلي لمجد الله ولما تتأكد انك بتصلي حسب ما شئته فمش مهم حجم صلاتك الكبير مش مهم قد ايه الجبل عالي مش مهم قد ايه الطريق غدار مش مهم قد ايه المهمة تبان مستحيلة ولا قد ايه تلبطك مفيش حد قادر يصدقها مش مهم انت تفضل تصلي وتفضل تصلي وتفضل تصلي لما الموضوع يكون هو الصلاة لأمور عظيمة لمجد الله كلنا بنكتفي بصلاة العربون الصغير بناخد استجابة ضعيفة وبالتالي نبطل نصلي تاني احنا مش بنسابر في الصلاة لحد ما ناخد استجابة كاملة في الواقع قبل ما الله يقول لإرمية انه يخلي شعب الله يدعو قبل كده قبل ما يعمل الدعوة دي لشعب وانهم ادعوني فأجيبك وأخبرك بعضائم وعواقص فعدد اتنين العدد اللي قبل اللي شفناه في تلاتة وتلاتين تلاتة عدد اتنين الله بيقولهم هو مين هو بيفكرهم هو مين اسمعوني كويس مش هتقدر تطلب من الله أمور عظيمة وأمور قديرة لغاية ما تعرف قد ايه الله عظيم جدا موافقني بصوا على عدد اتنين ده اللي الله قاله قبل ما يقول ادعوني قال هكذا قال الرب صانع السموات يهو اسمي هتقول هم كانوا محتاجين حد يفكرهم اه وانت كمان وانا كمان طبعا كانوا محتاجين هم كان ممكن يوعزوا عن مين هو الله لكن في الحقيقة هم نسيوا مين هو وعشان كده هم كانوا بيدوروا على اهتمامات تانية هي دي مشكلة الجيل ده مزي اي جيل عبر التاريخ احنا فقدنا معنى اننا نكون في مخافة الله وهو ده موضوع الكتب المسيحية في المكتبات المسيحية والخدمات اللي بتنتشر وتحاول تنزل ربنا لمستوانا في حين الكتاب من الجلدة للجلدة بيقول ان الناس اللي بيحطوا ايمانهم في يسوع المسيح بيرفعهم الروح القدس لمكان حضور الله مش ننزل الله لمستوانا احنا وبالتالي بنعيش في ضعف وبنعيش في فشل وبنعيش في خطية وبنعيش في مساومة وبنتساءل ليه علشان فقدنا رؤيتنا لمين هو الله وقد ايه هو الى عظيم وقدير في عدد بيسير فضولي في متة 1358 بيقول ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم ايمانهم بعض الترجمات بتقول ولم يقدر ان يصنع هناك اي قوات ده مش دقيق اوي يعني انا اوضح الكلام ده كل معجزات يسوع كانت معمولة علشان تزود وتقوي ايمان اولاده بيه هو ده هدف المعجزة الله يقدر يعمل اي حاجة عايزها لكن هنا في الجزء ده من متة بيقول لنا ان يسوع ما رضيش يعمل معجزات لما شاف عدم ايمانهم انا عارف ان فيه ناس بتصلي وتصلي وتصلي وما فيش استجابة لصلاتها فاسمعوا الوعظة اللي جاية وهوريكوا الحاجات اللي بتمنع استجابة الصلاة لكن متى خمستاشر تمانية وتلاتين بيقول لنا ان عدم الايمان ده عائق لله انه يعمل امور عظيمة وقديرة عدم الايمان عائق لبركات الله لينا عدم الايمان عائق لتدخلات الله لينا عدم الايمان دايما بيكون هو العائق مش ان يسوع ما قدرش يعمل معجزة لكن هو مرضيش ده كلام اكثر دقة مرضيش ده واحد من اوضح الامثلة عن ليه الله مش بيستجيب للصلاة اللي من غير ايمان انا عايز اكرر ده ده واحد من اوضح الامثلة عن ليه الله مش بيستجيب للصلاة اللي من غير ايمان حقيقي بما اننا اتخلصنا بالايمان مش بالاعمال علشان نتبرق في الدينونة الابدية ده الايمان من خلال نعمة الله المعطالين مجانا فهو الإيمان ومش الأعمال اللي بيحرك الله علشان يستجيب لما نطلبه خصوصا للأمور اللي بتكرمه خصوصا للأمور اللي بتمجده في متى إصحاح سبع عدد ستة يسوع قال لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم هو قال كده سمعتوا ده غالبا سمعتوا أكتر مني الناس اللي ملهاش أي علاقة بربنا وتلاقيها بتقول الله كان فين لما كنت بعدي بالظروف دي الله كان فين لما ده كان بيحصل لي الله كان فين آدي الإجابة اسمعوني الله مش هيكون موجود للناس اللي قلوبها أسيا ومش مؤمنة بي الله مش هيكون موجود مع اللي هيدوس على حقه تحت رجليه الله مش هيكون موجود مع الناس اللي بيحتقروا طبيعة الله ده حقيقي الله مش هيكون موجود مع اللي بيستعملوا بركاته ضده وضد أولاده كمان الله مش هيكون موجود أبداً مع اللي بينكيره أن ابنه هو الطريق الوحيد بس للسمى في متى 13-58 يسوع رفض انه يخضع لطلب الكاتبة والفرسيين والمهرطقين بصوا هم كانوا عايزين يشوفوا معجزة من باب التسليم ما كانوش عايزين يشوفوا معجزة لأهمية روحية لكن علشان يشبعوا يشبعوا فضلهم وعلشان كده الوعد ده بتاع ارمية 33-3 للناس اللي لهم علاقة حميمة مع الله للناس اللي بيعيشوا حياة شكر وتزبيح وعبادة لله بوليس بيدي وعد شبيه في الرسالة لأهل أفاسوس شبيه جداً لارمية 33-3 في الواقع انت ممكن تحطهم مع بعض في مجموعة واحدة بوليس بيدي وعد للناس اللي عندهم علاقة حميمة مع الله بيدي نفس الوعد اللي بيدوروا على ربنا من كل قلبهم للي بيسعوا انهم يردوا ربنا بكل حياتهم الوعد ده للي بيعيشوا حياة شكر وتزبيح لشخص الله وعلى عمله معانا والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر لما إليشع بقى النبي بعد معلمه إليا كان عنده الجرأة أنه يطلب من ربنا أمر عظيم طلب ضعف نصيب معلمه إلي من بركات ضعف نصيبه ولو قاريت كويس هتلاقي إن ده بالضبط اللي حصل وهو إن إلي عمل تمن معجزات إليش عمل ستاشر معجزة هو كان عايزة ضعف وربنا أداه في الواقع المعجزة الستاشر دي هي اللي أنا هختم بيها كلامي وبصالي إن الله يستعمل ده عشان يحفز كل واحد فينا وبعدين كلنا مع بعض كجسد المؤمنين الواحد والمعجزة هي إن كان فيه راجل وكان مؤمن كان بيحب الرب كان بيخدمه كان بيصق في الرب وواضح إن إليشع كان يعرفه كويس ومات مراته وأولاده الاتنين كانوا مديونين بدين رهيب وأصحاب الدين كانوا بيهددوها إنهم ياخدوا الولدين عبيد وهي بقت في مأزق كانت في ورطة وصرخت للنبي إليشع وقالت أنت عارف عبدك جوزي كان راجل طاقي وكان بيحب الله أرجوكوا اسمعوني أمانتكوا للرب مش بس هتخلي صلاتكو تستجاب ليكو لكن كمان لولادكو ولدولادكو لجيل التالت والرابع الله ما بينساش أبدا ولاده ما بيبادش مديون لحد أبدا هو ممكن يأخر لكن مش ممكن يمنع الله هيرد لك أمانتك ألف ضعف هيعمل كده وقليش أقال للأرمالة عندك إيه في البيت هي فكرت للحظة وقالت دهنة زيت نقطة زيت واحدة بس في كل البيت لكن علشان إليش كان فاهم المبدأ أن إزاي الله أمين مش بس لولاده المخلصين لكن كمان لعائلاتهم والجيل التالي دلوقتي خلينا أديكم مش ترجمة مايكل يوسف لكن ده تفسير مايكل يوسف ماشي إليش أقال للأرمالة إيه اللي عندك في البيت فقالت بس نقطة زيت آه لا 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 يا ستي أنت مش عندك بس نقطة زيت ده أنت عندك مصنع زيت في بيتك يا إليش أشوف أنت رجل الله وأنا عارفة أنك نبي الله الله استخدمك بقوة لكن أنت يظهر ما سمعتنش كويس أنا قلت نقطة زيت فقاليش أقال لها لا لا يا مدام أنت اللي ما سمعتنش كويس أنا قلتلك أنت عندك مصنع زيت في بيتك يا حباي إحنا عندنا إله عظيم عايز يسمع صلوات عظيمة ويستجيب للصلوات العظيمة اللي بتمجد اسمه والكلمة الفعالة هنا هي الأمانة مش مهم قد إيه الأمر قاسي الله بيكرم الإيمان مش مهم قد إيه الوضع كئيب الله بيكرم الإيمان مش مهم قد إيه الأمور بتصعب الله بيكرم الإيمان والأرمالة رجل الله الأمين ده الله كمان أكرم إيمانها هي أطاعت كلمات النبي واستلفت كل البرتمانات الفضية اللي قدرت تلاقيها عند كل الجران أخدت كل الأوعية الفضية اللي لقيتها قدامها وابتدت تكب نقطة الزيت دي والزيت فضل ينزل برتمان وراء الثاني تملى واحد وراء الثاني وتحط على جنبه واللي بعده وتحط على جنبه واللي بعده وتحط على جنبه وقعدت تكب وتكب الزيت لغاية لما آخد برتمان فاضي اتملأ وبعدها الزيت وقف اسمح لأسألك من فضلك اسمعوني كويس قد إيه الوعاء اللي بتقدمه لله فاضي قد إيه هو فاضي هلوعاءك فاضي من نفسك؟ هلوعاءك؟ فاضي من كبريائك؟ هلوعاءك؟ فاضي من تموحاتك الأنانية؟ هلوعاءك فاضي من روحك المسيطرة؟ هلوعاءك فاضي من حكمتك البشرية واللف والدوران مع الله؟ طول ما انت بتقدم له وعاء فاضي هو هيملاه هو هيملاه قد إيه إلهك عظيم؟ قد إيه قوة إيمانك بيه؟ قد إيه عظمت صلاتك لمجده؟ ناس كتير بتلفوا الدور على الله في العشور لما الموضوع يبقى عن العشور اللي لله تلاقيهم يلفوا ويدوروا على ربنا إمتى المفروضة عشر؟ بعد الضرائب ولا قبل الضرائب؟ المفروضة عشر الباقمة الضرائب مش كده؟ نقطة زيت كانت مصنع زيت اللي عايزة أوراهلك هو إزاي تصلي صلاة عميقة لمجد الله؟ يا رب اديني الوظيفة اللي تديني فرصة علشان مش بس أسدد احتياجاتي لكن لتدعيم العمل في ملكوتك اديني وظيفة فيها ألاقي فرصة أشهد وقود الناس للمسيح يا رب اديني وظيفة تليق بشخصيتك دي صلاة عميقة يا رب أنا عندي احتياجات ممكن من فضلك تديني بس حتى يا دوب اللي عيش بي وعد الفترة دي ولا آه يا رب امنحني بشكل خليني مش بس أدل العشرة في المية البسيطة دي لكن عشرين في المية لا تلاتين في المية لا أربعين في المية لا خمسين في المية لا تسعين في المية وأنا عيش بعشر في المية بس هي دي الصلاة العميقة إنك تصلي لأجل احتياجاتك ومتماشي مع عظمة الله وقوة الله مش تحدى الله في ظروفك البسيطة الضعيفة قد إيه إلهك عظيم قد إيه إلهك عظيم قد إيه صلاتك عظيمة أنت تقدر تشوف الفرق بين صلاة ضعيفة وصلاة عميقة لما تحط احتياجاتك في السياق مجد الله أنت مش بس بتكرم الله لكن الله هيكرم إيمانك إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود موسيقى وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر